ضمن مناطق الرباط التي يتمركز فيها عناصر الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام تشكل مدينة دارية نقطة الانطلاق لدى شباب الاتحاد وغيره من الفصائل نحو معركة دمشق الكبرى حيث سيكون تحرير العاصمة الحلوم الذي داعب الكثيرين والذي سيغدو حقيقة لا خيال يعمل المقاتلون هنا بنشاط وهمة لا تعرف الملل وقد اعتادوا على أعمالهم اليومية من رصدا وقنص وصد لهجوم العدو نحن الآن على الجبهات قاعدين وجاهزين لأي تصعيد عسكري على المدينة أو تسلل أو اختحام للنظام على المدينة يقول المقاتلون إن وضع المدينة هام للغاية باعتبارها بوابة لدمشق كما يؤكدون استعدادهم في كل لحظة لصدعي هجوم مباشر من العدو وهم يعتبرون أن الشهادة أسمى أمانيهم وإن كان الكثيرون يرغبون في العيش فقط ليشاهدوا النصر الذي طالما حلموا به وغدا أنيسهم في مجالسهم تمر الأيام والليالي على الجبهات شاقة ومتعبة أحيانا بينما يعم الهدوء في كثير من الأحيان وقد اعتاد هذا المقاتل أن يقرأ يوميا بينما يحتسي فنجان قهوته لكن عينه لا تغفل عن العدو الذي يتربص به الدوائر في كل لحظة نحن كل يوم نفس الساعة من الستة ونصف نكون على جبهاتنا وصفت حياتنا هيك على الجبهات تأكلنا شربنا كمنامي على الجبهات نطلع من الصباح من نرسل تحركات الجيش يعني كل شيء يتعلق به الجبهة وإذن الله نحن هون سابطين إن شاء الله ورغم الهدوء النسبي الذي تعيشه داريا يأمل المقاتلون أن أحداثا هامة ستشهدها المنطقة قريبا لا شك أنها ستقربهم قاب قوسين أو أدنى من النصر